السلام عليكم حبيباتي إن شاء الله تكونوا بأحسن أحوال جيتكم اليوم فيديو مغاير عن المعتاد مغاير بعيد عن المطبخ اليوم أن نخطكم معي في جولة جد رائعة وممتعة ومسلية أن نخطكم معي مدينة منشن أو ميونيخ خلو واحد القصر أو قلعة كان كيعيش فيه واحد المالك من قديم هو وعائلته هنا حاطين وعملونه مثل المتحف وخاطين الأشياء اللي كانوا كيستعملوها في ذلك العصور القديمة من أشياء وشغلات كتيرة حاطينها لكن الأمر كيهمك وكتحبي مثل هالفيديوهات ما عليكم إلا تتابعوا الفيديو الآخر ولا كنتوا أول مرة كتشوفوا قناتي ما عليكم إلا تشتركوا فيها وكذلك الضغط على الجرس بش يفصلكم كل ما هو جديد على قناتي بيتي المملكتي والآن ما إلا نخليكم على الفيديو فرزة ممتعاري الجميع هنا بعد ما وصلنا مباشرة حطينا السيارة صادفنا عروسة كانوا كي تصوروها وقلت ضروري أن أخذ لكم واحد ولو مقتطف صغير هنا كي تجيبوا العروسة دائما في الطبيعة وفي أماكن اللي كي يستحق فيها الصور ومن بعد كيكملوا العرز ديالهم حبيت أن أخذ لكم مقتطف من هاد الجزء اللي أنا شفته عند جيبني وهنا يا من بدينا نمشينا كيف كتشوفور القصر أكتر من كبير يعني أول مرة كنتشوف قصر كبير بعد الحجم عن قرب بصراحة كبير بزاف يعني ما يمكنش لك في يوم واحد تشوفيه كامل يعني لأنه بخصك شي أربع أو خمس ساعات تشوفيه بالزربة غنحاول نوريكم جزء منه إن شاء الله مرة جاية غنوريكم أجزاء تانية إلا بغيتوا تعرفوا إلا بغيتوا تشوفوا أجزاء كماليكم إلا تكسبوا ليه في التعاليق ونعملكم مرة أخرى أجزاء تانية من هاد القصر باش تعرفوا عليه أكتر وأكتر خصوصا الناس اللي كيهمهم هاد الأمر بحالي أنا كيجبوا مكتش يشوفوا هاد شي حنا اللي ما عشناش كيف كتشوفوا تم البوسط كبزاف الناس كيجوا من جميع البلدان خصوصا باش يشوفوا هاد القصر اللي هو معروف نجعل معينا إلا ندخلوا نشوفوا لداخل كيف عمل هنا فجدخلنا بداية المفتحف حنا نختارينا اليوم مكان خاص بالعربات والخيول ومكان خاص بالكؤوس والمكان اللي كانوا يشربوا فيه الشاي وأشياء تانية اللي غتشوفوها عشان حت كين كل مكان وشنو مخصص فيه اختارينا هاد المكان وان شاء الله مرة تانية غنختاروا مكان تاني لأنه كيف قلت لكم قبل صعيب علينا باش نختاروا الأماكن كلها لأنه جد كبير باش ناخدوا وقتنا الكافي ونشوفو على راحتنا كيف كتشوفو هنا معلقين كلش الأشياء اللي خاصة بالخيول وهنا يا هاد وصورت الملك من كان في هادك الوقت ورفقة أولاده كان ضن هادو اسميه الملك الملك لودفيق الثاني وعطين معلومات بزاف هنا يا خاصة به يعني أشياء يعني بصراحة جد رائعة وخصوصا أنا من النوع اللي كيبهرني هاد الأشياء وكان حب نعرف الأشياء اللي كانت قبل نشوفها عن قرب يعني شي حاجة اللي زوينة بزاف كتعيشية كتعيش العصور اللي انت هي ما عاشتش فيها ونحطن هاد الخيول يعني بطبعه هادو ماشي حقيقيين ومهم حاطن هاد الأشياء كلها اللي حاطينا فوق منهم كلها حقيقية وهدا شكل ديال الصقف ديالهم هدا كان زمان خاص بس غير بالخيول كيحطوا فيهم هاد الأشياء كلها دهبي وهدا كل شي حقيقي كيف كتشوفو إلا الخيول بطبيعة الحال وكل عربة عندها قصة كاتبينها تحت فو حد اللوحة كل عربة عندها قصة كيفاش جابوها كندن هاد العربة جايبينها من كان المالكة خصو يخرج ضروري قدم الناس يمكنه ضروري خصو يخرج بشي عربة تكون جديدة وهدي جابة من فرنسا وكان ماشي من الشكل اللي باغيها ومن بعد قاموا بتزيينه بهاد الشكل هذا وحثي حصلوا على هاد الدكور اللي هو كان باغيه يعني كل عربة عندها عندها قصة دياله كان كل شي يعني مغاير سبحان الله العظيم خصوصا أشياء شفتها بصراحة مثل أفلام تاع زمان تاع سالي أليسا منشن رأى القصة واخذينا من هنا يا من هاد الدكور وهاد المكان حاطينه فيها شاشة وحاطين فيها واحد الفيلم خاص بهاد المكان الجزء من القصر اللي احنا فيها بتاع العربيات والاستفل وقد سمعي التاريخ دياله وشنو كان كيف سبق لي شرح لكم من قبل جزء من العربي كلو حاجة قصة ديالها كيف يشرحوا الناس اللي عندهم اهتمام بهاد الأشياء هدي كيف كتشوفوا العربيات منقوشين بدقة وضروري كيحطوا فيهم الرسومات كيف متعودين يعني أوروبا وضروري كتشوفوا وضروري كتشوفوا وضروري كتشوفوا من قبل يعني هنا حاطين بزاة العربيات كيف كتشوفوا السياح جيين من جميع البلدان وبره حاطين بزاة فتالبوصات يعني يعني تيجو نسبة مهمة من السياح وهدي عربية خاصة كنظن بالتلج وهدي عربية أكبر من اللي شفنا من قبل كيف عاملنا الشكل ديالها يعني بصراحة جد رائع يعني المال يقدروا رص يمشي بعض العربية مضخرفة بعض الشكل هذا وتكون ذهبي وفي هذا الرسومات يعني بصراحة أنا استمتع بزاة في لهذا الخرجة كن بغي نكتشوف حلمات أشياء وكن نكون قريبة من الأشياء اللي كانت زمان يعني كيعجبني بزاة لكن تفتتهم ما كيعجبكم مع حلمات شيء معلكم اللي تكتبوا لي في التعاليق ولكتب كذلك من نوع اللي كنتم بكتفرجوا في سالي وكيعجبكم وذك الأجواء اللي كانت فيها قلوا لي اللي أنه من شن هنا ذك المسالي الفيلم وهنا جينا مكان ثاني مقابل للمكان اللي كنا فيه حتى هنا ملكت قطعي تيكت كي يقولوا كان المكان اللي غتشوفيه هنا اختارينا المكان اللي فيه السيارات والإصطابل والأواني والأماكن الصفرة اللي فين كياكلوا ولا بغيتي أماكن ثانية كتدفعي تيكت أكثر ولا بغيتي تشوفي القصر بالكامل كتدفعي واحد بالنسبة ماشي كتير بزي وكتشوفي القصر بأربع خمس ساعات وكتكملي هنفضلنا اليوم هاد الجزء من المكان من القصر إلا حبيتوا نعمل لكم أجزاء تانية نكمل ليكم عليكم إلا تكتبوا ليه في التعليق بشوفه غرف النوم والإلى آخره كيف كتشوفو هادو أنواع تانية من العربيات غير العربيات الذهبية اللي شفناهم هادو عربيات ممكن كنضن خاصة بس لتنقل والصفر وهادوك خاصين شي حاجة خاصة هادوك الذهبيين كيف كتشوفو رزمان مكان للصيارات ولاشي هاد العربيات هما الوسيلة الوحيدة اللي كتنقلوا بها من مكان لمكان هادش كله حقيقي كيف كتشوفو حافظوا عليه محافظين عليه ومخلينه بحلم هكا وكيشوفوه جيل من جيل كيشوفو الاشياء اللي كانت من قبل انا كيعجبني بحلم هاد الاشياء الصراحة انواع انواع كتير من العربيات حاطين كون عربي وراح حاطين ليها لتحت واحد البلاصة كاتبين كيف كتشوفو حاطين الانسانة كانت ويعني كعرفوا عليها يعني ام تعملوها وكيف اصنعوها مثل هادي كيف كتشوفوها 1876 كنضن وهدا هو لودفيك الثاني كنضن كل الاماكن كله حاطين هاد الصورة وحاطين صور العائلته والولاده والاحفاد وهدا عربية صغيرة كيف كتشوفو وهدا نعم الخيل وكل خيل حاطين صور دياله هادي خاصة بالتلج بطبيعة الحال كيف كتشوفو كل خيل خيل يعني حصان حاطين له الاسم مخصص بي وهدو بعض الملقواني الفخارية البديع يعني كيف كاش كنو استصنعوهم بعض الصور منهم هاخت لكم قليل من الصور باش تعرفوا علي اكتر وهدا المكان كيشربو فيه وهدا الغرفة كيف كتشوفوها ملاصقة مع الغرفات الاكل خاصة بالاكل هتاية عند قصة كيف كنت لكم كاتبين اشياء كتيرة لتحت احنا ملقى نواله صراحة مين كيش نقرأوا كل شي اه هنا يا عملي فيها طاولة صغيرة فين كيش شربو الفنجان الشاي هادو الاشياء خاصة بالخيول كيف كانو كي علقو ليهم هاد الاشياء وعربيةها جد قديمة وهنا الرسومة ديال المالك والمالكة والاولاد ديالهم كانو كي رسموهم بالالوان على الورق وكانو كي عملوهم بحلمة طبعات هنا بعض الاواني اللي كانو كي يأكلوا فيهم هادي الصفره خاصة بالاكل حاطينه كيف ما هي كل الاواني نفسهم حاطينهم ممغنين فيه احتى حاجة محافظين عليه لهاد الهاد الساعة هادي هنافين كانو كي يأكلوا وجبة الغذاء كيف كتشوفو الحيط عاملين لوت هاد المزينينو هناف ثمانمية وثمية واربين كيف كتشوفو اه يعني تشي قديم هاد شي كلو كان عندهم هنا خاصة نفس في القصر كانوا كانوا الناس هما اللي كي صنعوا لي هم هاد الاواني ماشي اي واحد كي يأكل فيهم غير فقط الملوك اه في مكان خاص فقط بالصنع هاد الاشياء اه في صور شفتهم انا في هنا القصر هما اللي كي عملوا اليوم هاد شي على حسب هم مش نباغين هادو خاصة بالخيول يعني حاولت نعملكم شوي شوي من الحاجة باش تاخدوا واحد الفكرة ولو قليلة على المكان اللي جيت لي انا هادو الملوك والاحفاد وعمني لهم هادا رسومات باش يبقاوا محافظين على الصور ديالهم اه وبعد مشح من الداخل كيف شدو اجينا تمشينا برات الحديقة كينا عندو موحد لهابة كبيرة خاصة بالقصر اه تمشينا قليلا في الاجزاء اه ديالها يعني بطبيعة الحال غا ما تمشيناش كلها وما شفناهش بالكامل شفنا بس جزء بسيط جدا من القلعة وكذلك من الحديقة اللي كينا بره اه هاد هي كيف كتشوفو اه يعني شي حاجة اللي زوينة بزاف انت من البنات اللي ساكنين في المانيا قريبة اليوم من شان يجي وشوفوها رزوينة رايق دفاعي زوينة خصوصا الى كالجو زوين يعني فصل الصيف او الربيع اه يعني كين مناطر زوينة ومن شن دائما كان جيلي كنت كانت تقدم انه اللوازم ديال المغرب بحل الكوسكوس والساميد او الشاي المغربي واللحوم وشغلات كثيرة وهنا من غدي مكملوا هاد اللفة قصيرة هناخدوا هناخدكم معايا المنطقة اللي كانت تقدم فيها اه هاد اللوازم وخانا عندي اه اشياء كثيرة غانا نحاول ناخد شي حاجة يعني البغرو كتير المنشن وتشوفو الاجواء اللي كانت عامره بالعرب والخالجيين بزاف كيجوله بزاف وهنا عاملين واحد البحيرة جميلة بزاف وهنا كنحاول نوريكم الأجزاء الموجودة خارج القصر كيف كتشوفو كينا حديقة كبيرة هناك وكيجول العالم وكيحاول كيتصورو ياخدو تذكار وهذا القصر من برا هناخرجنا من القصر كيف كتشوفو كبير كبير فيها بزاف الاجزاء وكيف كتشوفو السمارة كانت مغيمة كان جو بارد بزاف يعني بصراحة كان بارد اه كل شي العالم ولو كلب صدابات جاكيتات دي الشيتاء لانه الجو تغير اه وهذا هو القصر اللي مريتكم اليوم تمنىينا الاعجابكم وتزوروه بالنسبة الناس اللي عايشين في ألمان يرى جميل بزاف ومنشن معروفة بسميتها كيقولوا لها جنة النساء يعني اي النساء اللي كيبغيوا تقدعوا كيجوا منشن وجميع الدول حت الدول الخالجية كتلقي النساء بكثرة هنا كيتقدعوا واشياء كتيرة لانه فيها اسواق جد مهمة وكبيرة كبيرة بزاف ان شاء الله شي مره نعمل لكم واحد اللفه في هدوك الاسواق التجارية الكبرى فيها اشياء خاصة كيجوا لها الخالجيين بالخصوص كيتقدعوا منها اشياء وهدايا اللي هم وكي وهنا فطريقنا للمكان اللي متعودين نمشيوا ليه اللي كانت قدمة انه كتلكم فيه المحلات تونسية المغربية بكثرة والجزارين وكل شي اللي كانت بتعقدوله بصراحة الجزارين المغاربة هنا في المنطقة كي ننغير الاتراك وحبت نوريكم الشوارع ديالها كيف عاملة فيها بنايات وبنايات جد قديمة لان عندها تاريخ عريق مدينة منشن وعندها مدن قديمة وكذلك بنايات عريقة وقديمة حبت نصوى لكم شوية شوية من الحاجة باش تعرفوا عليها اكتر بالنسبة الناس اللي باقي ما شافوهاش ومنشن هي ميونيخ اللي كي قولوا لها في المغرب اللي كي لعبوا فيها الفوتبول هنا اياه فين كاين الملعب الكبير هنا فيه اوطيلات يعني عاملين تجهزة كثيرة لان الناس كي جيوا لها سياحة بالكترة خصوصا في المنطقة اللي غنروح لها الشارع اللي غنروح لها الشارع اللي غنروح عادة كعامر بالمغاربة وكان حسراتي غيبش بلد عربي المحلات كلها مكتوبة بالمغربي بالعربي يعني كل شي بالعربي يعني لدرجات كتتصور انك ماشي في ألمانيا هاد الاجواء انا كتعجبني عشان الاقبلها كأن مرة مرة كنجي ليها وكنحس بهاد الاجواء اللي زوينة هنا مادناش صراحة هاد الاجواء هاد المحلات بالعربي والاكل كتير بالعربي كعدنا فقط الاتراك وقليل جدا المحلات العربية كيف شتو الشوارع كيف عاملين كبار يعني بناياتهم مقديمة بزاف صراحة كيف قلت لكم ارا عنده تاريخ دي معارق وعامر الوقت اللي مشتي اللي هاركة تلقى يهم ملوءة احنا دركنا الوقت لاننا دخلنا لهذا القصر يعني اخذينا وقت كبير فيها ان شاء الله من رجعي ونوريكم الاماكن كثيرة في مدينة منشن وجميلة بزاف ان شاء الله فيديو قادم ما عليكم اللي تكتبوا ليه لك تباغين نكمل لكم نعمل لكم تتمة وهنا الشواكب كتشوفوا الناس غالسين في براء في الشارع مثل الدول العربية وهتصف كله منها الجاو الجاو والصف كله فيها فقط بحلات عربية مغربية باكستان يعني كل شي الاشياء شرقيين يعني كل شي الاشياء اللي انت يناقصك ما عندك شرقيين هنا كل شي يعني خصوصا الاشياء المغربية بالنسبة للبنات يعني من الكيسة الحمام الحنى الصابول الحجرة الصابول البلدي يعني كل شي كل شي حتى العطرية يعني كل شي متوفر وده بحنا حدنا الاتراك هذا محل عربي سوري تأشامي يعني كيحط الحلويات والبقلاوة وهذا باب الحارة هذا مطعم هو اللي غنمشي وناكله فيه متعود يمشيه محل تاني شفنا هذا اللح الجديد انا دخلنا المحل اللي ورعت لكم من بره باب الحارة عجبني لانه اسميته باب الحارة المسلسلة اللي كانت تبعها الفيلم السوري بالنسبة للناس اللي متبعينه اللي كانت تبعينه راه نفس الديزاين اللي عامن في المحل تماما كتحسي راسك انا كدخلتي في شي في محل شامي يعني في نفس البلد بصراحة كيجي رائع والديدها من الديكورات عربية كيعرفوا الحضارة ديالس هم في المانيا جد رائع عجبتني بزاف فانا من النوع اللي كانت نوع من الديزاين القديم والعريق عجبني بزاف عادة انهم متعودين روحوا محلاتين يناكلوا فيها ولكن ماشت هذا قلنا علاش لله ما نجربوش خصوصا لله فاتح شهر ونص يعني نجربوه لكان مزيان واللي ونجيوله ديما فيما نجيول العالم منش شكل ديالو كيف ما هو هذا كيف كتشوفو عامنين اشكال وهندسات قديمة جدا وحتى الطياب ديالو طياب تقليدي لابسينو يعني يزوين بزاف صراحة لبنات لا بغيتو تجيو وتشوفوه تجربوه علاش اللارة سميتو باب الحارة كان في شارع اللي فيه المحلات العربية وتونسية قرام عروف وعملين اكل متنوع مقبلات وجبة ساخنة فطور يعني جميع انواع الاكل من صباح لليل وهذا هو الطبق اللي اخترناه شوارما عربي الديد بالزاف مع البطاطا والمخللات ومع ثومية بصراحة طبق الديد بالزاف وكيعملو كمية كبيرة كيعمروا الطبق غير المحلات التانية كتشبعي بزيان ومن بعد كيعطوك شاي بالضيافة ديالهم وفيه مشروبات كذلك غازية وفي الكتالك يعطوك شاي عربي بشي تقديس في المحل اللي قلت ليكم ما قدرش نصور للأسف يمكن مرة اخرى تسمح لي للظروف لانه عامر بزاف ومحل صغر بزاف شفت منه بعض الاشياء اللي نقدر نستعملها اما منسبة الكسكسو متعاودة نجيبوه ما جبتوش لان المحلات التركية لو كيبيعوه كذلك اللحم متعاودة نجيب من عندهم واحد من سباته كيبيعوه ولكن انا ديالله اذبحنا بقي عندي لحم هذو ما الاشياء اللي جبتهم جبت راس الحانوت المرزية ملقيتهاش جبت الفول مدمس اللي كان استعمل في الفطور والطحينة قدت ليه كذلك الشاي السلطان وبرزة جبتهم سلطان ثلاثة يورو برزة ثلاثة يورو نص اما التمر ثمن ديالو ثلاثة يورو ثلاثة يورو ثلاثة يورو يعني ثلاثة يورو وجبت واحد لانشون والخبز العربي جبت كمية كبيرة من عندهم هذو ما الاشياء اللي جبت لانه المحلات كيف قلت لكم التركينا لوك يجيبوا اشياء كتير بتاع المغرب من ضمنها الكسكسو وهذا اعتاي وقلت نجيب غير هذ الاشياء اللي نقدر نحتاجها ونتمنى هذ الهر اللي قديتوه معنا يكون نال اعجابكم ونتكونوا ان استمتعتوا معايا ونتمنى ينال اعجابكم في فيديو لا اعجابكم متنسوا اشتركوا مع اصدقائكم في فيديو باشتعمل فائدة على جميع للاستمرارية ولكنتو اول مرة كتشوفوا قناتي متنسوا اشتركوا فيها وذلك الضغط على الجرس باش وصولكم كل ما هو جديد على قناتي فيتي مملكتي اي سؤال او استفسار مرحبا اي حاجة بغيتوا تسولوني عليها ماشي مشكلة غلصوا وكتبيني في التعليق وانان نخليكم مع هاد اللقاطات في الطريق في منشن بالليل واستودعكم في فيديو جديد ان شاء الله موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة